ترجمة نانسي قنقر تبروذات أولوية للوزارة لكون الأطفال يشكلون شريحة كبيرة في المجتمع لذلك فإن المسؤولية تكون أكبر على الجهات المشرعة والرقابية لحماية الأطفال من المنتجات الرديئة والتي قد تشكل خطرا عليهم ومن هذا المنطلق فرضت الوزارة إجراءات جديدة على الفاعلين الاقتصاديين لمنتجات اللعب الأطفال لضمان السلامة والأمان في هذه المنتجات قبل دخولها للأسواق المحلية لمملكة وتهدف الإجراءات الجديدة إلى إحكام الرقابة على هذه المنتجات لضمان سلامتها وأمان استخدامها من قبل الأطفال قبل دخولها إلى الأسواق المحلية في مملكة البحرين